المدينة الزرقاء تعرف شفشاون بالمدينة الزرقاء ويعود هذا اللقب إلى لونها الأزرق الدال على السلام والتسامح وسحرها لا يقتصر على لونها فحسب بل تشتهر أيضا بهدوئها وبطيبة أهلها المعتزين بطبيعتهم الجبلية الأصيلة في معاملاتهم مع غيرهم وفي ملبسهم وأسلوب حياتهم البسيط في الجوهرة الزرقاء طرى النساء يرتدين الزي الجبلية التقليدي وهو عبارة عن قبعة واسعة مصنوعة من القش ومزينة بالألوان وتوب أبيض مخطط بالأحمر يلف حول الخصر وآخر ملون يوضع فوق الأكتاف أما أزياء الرجال فهي متيرة للنظر والإعجاب فحيث ما تنظر ترى الرجال يرتدون جلبابا صوفيا وقبعة مزينة أبدعتها أياد صناع المدينة وقراها المجاورة تحمل المدينة بين أزيقتها الكثير من المفاجآت البصرية الجميلة فغير بعيد عن نبع رقس الماء تجد أول ما أسس بشفشاون قصبة المدينة بصورها الحصين وحديقتها الممتعة المشيدة على النمط الأندلسي وهي اليوم تعتبر مركزا تقافيا وفنيا يعرض منتجات الحرف التقليدية والحلي والخزف ترجمة نانسي قنقر